عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً مع محافظ بنك المركزي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف وضر الصفراء وفول الصوية وخلال الاجتماع تم عرض تقرير حول كميات الأعلاف المطلوبة خلال الفترة المقبلة حيث تم التأكيد على الحاجة لتوفير كميات كافية تلبي احتياجات مزرع الدواج وتسمح بحدوث انخفاضات في أسعار الأعلاف كما تم التوافق خلال الاجتماع على قيام قطاع المصرفي بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لزيادة كميات الأعلاف في السوق المحلية